بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله على أهله وصحبه أون وآله إلى يوم الدين وبعد سعيد جدا أن أكون معكم في مقرر السلوك التنظيمي أولا أعرفكم بنفسي الدكتور محمد أبو القاسم محمد حسنين جمهورية السودان الآن في جامعة الملك خالد كلية العلوم الإدارية والمالية قسم إدارة الأعمال نكون معا بإذن الله في مقرر السلوك التنظيمي وهذا المقرر يعتبر من المقررات الهامة جدا وهذا ما دفعنا إلى العمل على تطويره لأنه يعتبر من المقررات الموجهة أساسا إلى طلاب السلوك التنظيمي في مرحلة البكالوريوس في الجامعات والكليات وإلى المدراء والعاملين والمشرفين والأشخاص في المراكز القيادية التي تتطلب مهام عملهم التعامل مع العنصر البشري وتوجيهه ونهدف من خلال هذا المقرر إلى التعرف على أبعاد السلوك التنظيمي وكذلك تحديد السلوك الفردي داخل المنظمة والسلوك الجماعي داخل المنظمة والأبعاد التنظيمية وهذا التناول للسلوك التنظيمي هو نهدف من خلاله أو نتوقع أن يكون الطالب بعد دراسة هذا المقرر قادرا على التأثير في العاملين إذ أن التأثير في المرؤوسين والعاملين لا يتأتى إلا عبر دراسة سلوكهم ولا هدى أن أشير أولا إلى أننا سوف نعتمد بشكل كامل وتام في هذا المقرر على كتاب السلوك التنظيمي لبروفيسور عبدالله ابن عبدالقني الطجم وطلق دكتور طلق ابن عوض الصوات ونبدأ بإذن الله هذه الرحلة التي أتوقع أن تكون شيقة بإذن الله في معية المقرر الهام جدا السلوك التنظيمي ونبدأ بالفصل الأول مفهوم السلوك التنظيمي يهدف هذا الفصل إلى التعرف على مفهوم وتعريف السلوك التنظيمي كما يهدف إلى الإلمام بدواعي الاهتمام بدراسة السلوك التنظيمي مقدمة قبل الإجابة عن مفهوم السلوك التنظيمي يجدر بنا أن نعرف أولا السلوك الإنساني لأن هناك التقاطعات ما بين السلوك الإنساني والسلوك التنظيمي دفعت بعض الأفراد إلى أن يظن أن المفهومين واحد السلوك التنظيمي والسلوك الإنساني واحد نعرف الآن السلوك الإنساني ثم نعرف السلوك التنظيمي السلوك الإنساني هو كل ما يصدر عن الفرد من استجابات حركية وزهنية وباطنية للمثيرات يعني كأننا نقصد رد فعل الإنسان للمثيرات التي يتعرض لها في حياته المختلفة وبالتالي فهو السلوك الإنسان بصفة عامة أي رد فعل الإنسان لما يتعرض له من مثيرات مختلفة السلوك التنظيمي ماذا نعني بالسلوك التنظيمي هو حق ليهتم بدراسة سلوك واتجاهات وعراء العاملين في المنظمات وتأثير المنظمات الرسمية وغير الرسمية على إدراك ومشاعر وآداء العاملين وتأثير البيئة على المنظمة وقواها البشرية وأهدافها وأخيرا تأثير العاملين على التنظيم وكفاءته هذا التعريف للسلوك التنظيمي كما نلاحظ فيه الجانبين الجانب الأول وهو الهام أن السلوك التنظيمي يدرس سلوك العاملين داخل المنظمات يدرس سلوك العاملين داخل المنظمات وهذا يعني أن السلوك العاملين خارج المنظمات لا يدخل ضمن إطار هذا المقرر السلوك التنظيمي يدرس سلوك العاملين أولا هذه النقطة الأولى من التعريف أن السلوك التنظيمي يدرس سلوك العاملين سلوك العاملين هو السلوك داخل المنطمات طيب النقطة الثانية هو يدرس النقطة الثانية هو يدرس سلوك العاملين ثانيا يدرس السلوك الإنساني داخل المنظمات ولكنه يدرس التأثير المتبادل التأثير المتبادل والمقصود بالتأثير المتبادل أنه يدرس ثلاثة تأثيرات تأثير المنظمة أولا تأثير المنظمة على العاملين وثانيا تأثير البيئة على المنظمة والعاملين فيها وسالسا تأثير العاملين على المنظمة وكفاءتها إذن يدرس التأثير المتبادل التأثير المتبادل نقصد بالتأثير المتبادل ثلاث أشياء تأثير المنظمة على العاملين هذا هو التأثير الأول والتأثير الثاني هو تأثير العكسي تأثير العاملين على المنظمة وآخيرا يدرس تأثير البيئة على العاملين والمنظمة أو على المنظمة وقواها البشرية وإلى هنا أشكركم على حسن الاستماع وأتمنى أن ألقاكم في محاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته